وعشان كده تعالوا نشوف أشكال الهدم أشكال الهدم كتيرة ووسائل الهدم كتيرة أول شكل من أشكال الهدم إن أنا أهدم في الإنسان الفطرة إن أنا أهدم في الإنسان فطرته وده على فكرة بيبتدي من بدري لما ييجي طفل ويعمل حاجة كويسة فأبتدي أقوله إيه التفاهة دي إيه الشيء اللي مالوش لازمة ده وأهدله كل حاجة لما ييجي طفل يلعب لعبة فهدهله لما ييجي ابني حاجة على الرمر أهدهله فأهوده على إن الهدم ده شيء طبيعي بنمرسه طول حياتنا في كتير من الأباء للأسف بيبقوا هم أكتر مموّدين للتطرف والإرهاب لما يعملوا إيه بقى لما يتعودوا على إن هم يربوا أولادهم عبر الهدم إزاي عبر الهدم ييجي ابنه مكتهد وعمل شيء وهو منتظر جاي على والده بالفرح وبالسعادة وعايز والده يكافؤه فيقول له إيه ده إيه اللي أنت بتعمله ده إيجي إيه لحب اللي أنت عملته ده ما يسويش حاجة ده أي إنسان تافي ممكن يعمل لي أنت عملته ده فالولد يحس إن كل اللي بناها كل الساعات اللي قاعد فيها يزاكر يتهدد عارف كده حضرت النبي لما كان قاعد سيدنا الحسن والحسين على رجل وكان بيقبلهم كان بيبنيهم حضرت النبي كان بيعلل بناء فيهم ليه؟ كان بيعلل بناء بالرحمة والمحبة وهو بيجمعهم وعشان كده شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الأعراب يقال له أتقبلوا أولادك يا رسول الله يعني وكأنه مش واخد باله إن حضرت النبي بيعمل إيه؟ بيبني فيهم أول عنص من عناصر الإنسانية الرحمة فبيقبلهم عشان تنتقل رحمته حضرت النبي إلى قلوبهم فيصبحوا رحماء القبلة بتاعت حضرت النبي على خد سيدنا الحسن والحسين ما كانش مقصود بيها بس إنه يبين لهم إنهم بيحبهم لكن كمان بيبين لهم إن الحياة مبنى على الرحمة مبنى على الأمان فكان بيقبلهم فلما الراجل جيه وقال لحضرت النبي صلى الله عليه وسلم أتقبلوا أولادك يا رسول الله إني عندي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم عرف وأراد إنه ينبه الرجل فقال ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك أنت بتحسسهم بتعايشهم في تهديد وبتمنعهم من الأمان على فكرة أنت بتهدهم وأي حد هايز تهده امنع عنه الأمان ولزيك أنت عارفين كويسين كويس جدا 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 إزاي بتعمل ده في حياتنا بتعمل ده في الشغل إزاي لما واحد بيحب يهدد واحد لما يحب حدي يهد واحد دايما يحسسوا أنه في قلق على فكرة أنت احتمال كبير جدا يمشوك من الشغل أنت احتمال جدا 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 يحصل عليك خصومات أنت احتمال جدا جدا ما تقدرش تتواكب مع التطور الجديد في الشغل فيحس الشخص أنه إيه بيتهد وسهلا إحنا بنقول في واحد بيهد واحد هو على فكرة مش بيهده يعني بيهد بيخليه يعد ومشتغلش ويكسل لا دا بيهده اللفظ الصحيح أنه هو بيهده يبقى بنعمل كده في أسرنا ويا سلام بقى لما يحصل ما يسمى بالهدم الانتقامي يبقى فيه هدم بيسموه هدم ترباو ولا فيه هدم ترباو ولا يحزن ما فيش حد بتربى بالهدم على فكرة عمر ما شفت حد بيتربى بالهدم ما فيش حاجة بتهدها عشان تتبني ده اللي بتهده انت بتكسره وبتخليه غير قابل لهذا الأمر فيه الهدم بقى اللي هو إيه الهدم الانتقام إيه الهدم الانتقامي ده واحد إيه اللي حصل أسأل واحد فيهده أو حس إنه هو أخذ مكانه فيهده ويبتدي يحاول بقدر إمكان إنه هو يوصله إلى أدنى مستوياته عارفيني نادة اللي بتمرس الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته ده هدم الانتقام يا سلام بقى لما كل واحد فيهم يبقى عارف وجيعة التاني يا نهار بيض فيفضل يقول له إيه على فكرة عشان هو مرة جاء لها إنه هو في الحقيقة ما بيقدرش يتعامل مع الضغوط وبيحس إنه هو لوحده وبيحس إنه مالوش أصحاب فتيجي هي تهده بقى تقوله ما أنت لو كنت إنسان محترم ما كنتش فقدت كل أصحابك فتهده تهد فيه معنى الاحترام تهد فيه معنى الرجولة فيحس إنه وتاه وضاع كمان هو لم يجي يقول لها أنت فاكرة نفسك إن أنت واحدة ست هو هو أعوذ بالله على ده هد وعشان كده أكبر معول من معاول الهد حضرت النبي حذرنا منه قال لي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقول لكم حضرت النبي اللي قعد مع كلامه والنظر إليه حاجة كده تشرح الصدر وتغسل القلب من وحشته وتغسل القلب من سواده قال لي حضرت النبي إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهو به في النار سبعين خريفة ليه آه ده عشان ملعون من عدم بنيان الله آه ملعون يعني إيه مطرد من الرحمة وعشان كده بينزل سبعين خريفة فلازم كل واحد فينا يفهم فاهم كويس جدا إن الهدم ده ممكن واحد يحصل واحد يهدم واحد من غير ما إيه من غير ما ياخد باله وعشان كده إيه حاصل سيدنا أبو بكر بيقول إيه بيقول لم أرى شيئا أحوج إلى طولي حبس من هذا ويمسك لسانه سيدنا أبو بكر على فكرة كان كلامه بيتعد بنعد كلامه واخد ده رشف رشفة من جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعشان ما يهدش حد كان بيعمل كده شوف حضرة النبي لما منع الهدمي إزاي فيه واحد بقى بيعمل الهدمي إيه بقى إصلاح أنا بقى هده عشان أصلحه آه يجي يعمل الهدمي ده ويقولك إيه أنا بصرحه بحقيقته عشان يتغير سيدنا أبو بكر على فكرة كان كلامه بيتعد إزاي يعني؟ موجي الراجل بيقول للصحابة اللي مجرولت في شرب الخمر فقال إيه؟ ما زالت نفسه تتقلب عليه حتى يأتي فيجلت كالكلب فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم رفض رفض أن حد يهدم حد بقى قصد أن هو يصلحه فقال له إيه؟ لا تكن عوناً للشيطان على أخيك اسكت لا تكن عوناً للشيطان على أخيك فإنه ما زالاً شوف حضرة النبي بانس زي بقى يعني هو الصحابة جاي بيهد وحضرة النبي رحباني قال إيه؟ فإنه ما زالا يحب الله ورسوله ما تهدوش وما تسلموش تسليم زي ما يقوله كده تسليم أهالي للشيطان أنت لما تقول كده أنت هدمته خلاص هدمت الإيمان هدمت المؤمن اللي جواه وسلمته للشيطان وفيه ناس بقى عندهم بيهدموا الهدم النوع الأخير الهدم اللي هو بالهدم بالدم البارد اللي هو الهدم برضو من الهدم الانتقامي بس فيه هدم العداوة بقى العداوة ده مش الانتقامي بقى مش فيه حد عمل في حد حاجة لا هدم العداوة اللي احنا شفناه مع المتطرفين والإرهابيين لما بيهدموا الفرحة يهدموا ثقة الناس بيدنهم أنا شفت فيديوهات عجيبت الشكل غريبت منظر واحد مصر على أنه هو يخلي الناس كلها غلطانة ويخلي الناس كلها آثمة ويدور للإسم ده ويصور الناس وهي آثمة طب انت بتعمل ايه؟ انت بتفضح الناس لا هو مصر على ده المشكلة أنه هو مصر على ده وبيعمل ايه بقى؟ بيتكلم بحديث رسول الله صلى النفس حد حد يخرج ويقول له انت بتقول الناس دي تعصى انت مرتكب كبيرة انت مفتري على الله انت افترت على الله لما انت حضرتك بتكلمت في الدين بغير علم ولزلك انت انسان مفتري على المولى سبحانه وتعالى انت بالضبط انما شفاء العي السؤال انت دع عليك حضرة النبي قال له ازاي؟ قال قتلوهم قتلهم الله انما شفاء العي السؤال انت كده بتهد الرجل ده قال ايه عشان تسلحه انت متبديوش عشان تسلحه انت كده بتوصمه آه خلينا اقول لكم حاجة حلقة دي انا عندي غرض منها ان احنا يبقى فيه حاجة جديدة في الخطاب الديني ايه الحاجة الجديدة في الخطاب الديني؟ ان يبقى فيه حاجة اسمها الخطاب المقاوم للوصمة تعالوا نمسك كده بقدين بعض ونعمل مجال جديد للخطاب الديني يتكلم فيه مقاومة الوصمة يعني مقاومة هدم الانسان لان انت لما توصم الانسان انت خلاص انت كسدتوا لدرجة انهم مش قدر يقوم تاني يا رجالة ويا ستات في البيوت استحلفكم بالله بلاش تكسروا بعض انت مش بتعمل تسوية في المراكز القانونية انت لما بتهدي زوجتك عشان هي واخد شهادة اكتر اعلى منك انت كده مش بتساوي مبين المراكز القانونية انت بتكسرها وهي بتفتكرك ان انت وجعتها بدم بارد وانت ما كانش اهمك غير انك انت تشوفها متساوية معاك وانت كمان لما كسرتيه لانه قاعد يتعالى عليك بانك انت مش نفس المستوى الاجتماعي وانت قاعد تطلعيله اخطائه انت هدديه هدديه مش التساويته مع بعض والجناية كلها بتعود على الاسر كلها اقول لكم واول ما تعود بتعود على القلوب اللي بتسود